اشتركوا في القناة للاهتمام هذه المجالس بمشاغل المواطن واستحقاقاته وانتظاراته في شتى المجالة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وفي هذا الإطار نسوق بعض النقاط اللي قمنا بسياغتها في برنامجنا الانتخاب أولا السعي الحفيث على إتمام كل المشاريع المعطلة مثل تركيز شبكة التطهير بمدينة منزل حياة استصلاح الملعب البلدي وإعادة جمعية المستقبل الرياضي بمنزل حياة المنطقة الحرافية بمنزل حياة حل الإشكال العقاري بالملعب المصغر ستة لعبين إعادة بناء المدرسة الابتدائية ابن خلدون لريان استكمال مشاريع تعبيد الطرقات والتنوير العمومي في بعض الأقصات المرسودة ميزانيتها سلفا تدشين دار الشباب أولاد العرضاوي ووضعها على ذمة الزائرين من الشباب فتح منفذ للطريق السيارة دخول وخروج بما من شأنه خلق حركية اقتصادية بالمدينة غابت عنها وفي إطار تفعيل دورنا الاجتماعي سنولي اهتماما أكبر بالفئات المعوزة وضعيفة الدخل كما سنعمل على تحيين قاعدة البيانات لذوي الاستحقاقات الخصوصية وضعفاء الحال صحيا ونظرا لأهمية هذا المجال في حياة المواطن سنعمل على إعادة بناء مستوصف لريام كما نرى من الضروري بناء قسم استعجالي وقسم تب توليد بالمستوصف منزل حياة ثقافيا سندعم النشاط الثقافي وسنرسي دارا للثقافة بمنزل حياة تحذيرا لمهرجان وطني يكون سنويا بمنزل حياة وتركيز دار شباب بمنطقة لريام فيما يخص البنية التحتية سنعمل على تعميم تعبيد الطرقات والمسالك الريفية والتنوير العمومي سادسا ارساء محطة للنقل البري بمنزل حياة والصهري على منح وخص قصيرة المداء داخل المدينة لتسهيل تنقل المواطنين بين العمادات وخارجها في إطار التحذير لاستصلاح محطة القطار بوغابرين منزل حياة بالنسبة للشباب سنسعى لخلق مواطن شغل جديدة أهمها استغلال الأراضي الفلاحية الشاسعة التابعة للدولة كما سنعمل على منح الترخيص القانونية اللازمة للانتصاب الحر في المجال التجاري والخدماتي أهلينا بمنزل حياة لا يفوتني أن أشكر ثقتكم في شخصي كما أدعوكم إلى الإقبال المكثف على مكاتب الاقتراع لاختيار هذا المشروع والتصويت لصالحه شكرا